نفس أحسد دي بس الاي سي تي لو في حد ما الحقش يخش الاي سي تي اللي قابلي دي يا جماعة فيه كزا حد معرفش يخش فهنعمل واحدة تانية الاي سي تي عمر حسن ازايك؟ عامل ايه؟ تاني الناس اللي لو في حد من هنا في السي اس معرفش يخش الحصة بتاعت الاي سي تي اللي قبل دي ممكن تتواصله مع سنتر انا هشوية هبعت النمرة لما يكون كل الناس دخلت عشان هنعمل واحدة تانية زيها بالزبط عشان في كذا حد معرفش يخش حصة الاي سي تي اوكي انا شوية وهبعت النمرة يمنى ازايك يمنى انتي ايه؟ قررتي سي اس بقى؟ عجبك الاي سي تي ها؟ ما ها لسه بندخلهم عمر مسعد يعني فيه ناس في ال waiting room لسه بندخلهم دلوقتي in the process منع عشان كده لسه نبتلتش الpractical بس ايومنا هو كل الناس بتقول كده ايومنا بص يا مصطفى الصراحة مش فرقة تاني معظم الناس اللي اخدت ICT أو CS قبل كده في نوفمبر هيقولولك بلسانهم هم مش بلسانها CS والICT مواد نوفمبر احنا كده ولا كده بنشتغل دابل الحصص هي فرصة في ناس بتشوف انها هي فرصة تاخد مادة في نوفمبر وتخلص منها ويجيبوا فيها ويجيبوا فيها ويجيبوا فيها ويجيبوا فيها تاخد المواد دي في نوفمبر فهو لو على الوقت هي تقريبا نفس الوقت بس يا يوسف بتعتمد على الطالب اكتر بس انا هقول لكم بامانة هو السيئة سأسر من ICT دافنتلي وفيه احفظة قال دافور شور يعني كنتايج الاتنين قريبين من بعض اوي صراح بس يا حبيبة هيساعدوا بعض في شوية حاجات في التيري يعني انتو برضو انهارده انت حبيبة حضرت ICT صح النهارده هتشوفوا بقى CS الbreakdown وانا هقول لكم ايه شوية الحاجات الكمن بتبقى عارفينها في الاتنين فبتخلصوا منها اكنها مرة واحدة بس اخدوا بالكم برضو فيه papers مختلفة تماما يعني هتشوفوا زي ما هتشوفوا service breakdown دلوقتي ومش شرط مش شرط واحدة قبل التانية برضو عشان الناس اللي بتسأل مش شرط واحدة قبل التانية يعني فيه ناس بتاخد ICT الاول بقى كده CS وفيه ناس بتاخد CS الاول بقى كده ICT وفيه ناس بتاخد واحدة فيهم يعني فيه ناس انا شايف ان انتو تجربوا الاتنين ولما نبتدي في اول جولاي منمم تحضروا اربع حصص الاتنين عشان تشوفوا بنفسكم اه يا عمر يا حسن فيه ناس بتاخد اعمل كده مادتين في نومبر وانا هقولك على schedule ان شاء الله بعد syllabus breakdown سقولك هنشتغل اربع حصص انهي اربع حصص والساعة كام هقولكو كل حاجة متقلوش انا هقولكو كل حاجة عن السياس دلوقتي انا بس مستني شوية ناس بس تخش و ونبتدي على طول انا اه definitely الناس ال confused بصوا انا متقلوش انا والله بقابل كل session الناس confused ما بين دي وما بين دي وفي ناس ما بتبقاش عندها اي background عن الكمبيوتر خالص وبتاخد الاثنين وتجيب grade في الاثنين او تاخد ICT بس وتجيب star في I او تاخد CS بس وهقولكو الفرق بالضبط لأ لأ مش هيخش في بعض بص عمر لو انت عامل حسابك تاخد two subjects في نوفمبر خد اللي اتنين دول at least يبقى في حاجات common ما بينه الصراحة يومنا يعني انت جربت ICT في نوفمبر صح? انا فاكر انت جربت ICT في نوفمبر CS بقى اقصر منه في نوفمبر لا لا صار ممكن تاخد two subjects عادي يعني شوفي برض صار CS الbreakdown بتاعه واحضري لو انت برضو still confused ما بين ICT و CS احضروا الاثنين ايوه ايامنا صح ايوه انا مغصر لا مش لازم تخش نوفمبر بص يا مصطفى مش لازم تخش نوفمبر ويناير بس هو الفكرة من نوفمبر ويناير بالذات نوفمبر ان هو بيبقى وقت قصير واحنا بنشتغل condensed في وقت قصير ثلاث شهور بتخلص من المادة فده الحلو اللي فيه او بص يا عمر احنا عشان تبقى عارفين برضو هنسجل الحصة دي دي حاجة وفيه ناس برضو مش عارفين يخشوا الحصة دي عشان وصلنا للمكسم فاحنا يا عمر يا حسن هنعمل حصة تانية زيها بالزبط يعني الحصة اللي قبلها كانت ICT برضو فيه بتاع كزا واحد معارفوش يخش عشان وصلنا للمكسم فهنعمل واحدة تانية ICT زيها بالزبط برضو orientation وهنعمل واحدة تانية CS زي دي زي اللي أنا بعملها دلوقتي عشان الناس اللي مش عارف هتخش ما أنا هديكو يا يوسف نمرت الـ Center تاني هبعثوا تاني انت كده ولا كده خلاص معاك نمرت الـ Center وأول ما نحددها الـ Center هيبعثلكو الساعة كام والميتنج ID وكل الكلام ده لوش وبس لسه ورده فيه ناس بتخش لا لا مش هيأثر يا ساما فيه ناس كتير قوي بتاخد مواد O-Level في نوفمبر وبتروح واخده مواد AS في Jan عادي ده كل الناس بتعمل كده أصلا ما هو خمسة ما هو الخمسة ساشنز يا مصطفى اللي هو جون ونوفمبر تمام جان ده عادة ما بيبقاش ما بيعتبرش ساشن لأن معظم الناس بتاخد فيه بيبرز وتكمل بيبرز تاني في جون اللي بعد فما بيعتبرش ساشن انت هتلاقي المدرسة عارفة الحاجات دي انا هقول لكم كل حاجة ان شاء الله هقول لكم ازاي الحصص والمتابعة وازاي بنصلح الوجبات ممكن ممكن تعمل كده يوسف ما انا بقولك انت انت بعد ما تجرب اللي اتنين انا هساعدك تقرر ما تقلقوش لا يومنا ما نعرفش خالص انا ما اعتقدش انا ما اعتقدش كينفتش هتعمل امتحانات ان لاين الله اعلم احنا ما نعرفش بس لحد الوقت هم حاطين جدول امتحانات عادي وانا هقول لكم على جدول الامتحانات بالوقت اه كل الحصص ان لاين يمرون هقول لك كل الحاجات دي اوامر يا حسن احنا جايين النهار ده عشان نقول حاجات دي اه اه ادم احنا كل كل ساشن نوفمبر بنبتدي في جولاي يعني انا كمان انا بادئ اسبوع بدري عن السنة اللي فاتت يعني انا عادة يا السنة اللي فاتت كنت مبتدي عاوند 12 جولاي 13 جولاي انا السنة دي هنبتدي 5 جولاي فده العادي يعني ده الحد الاقصى يا مصطفى الحد الاقصى ان انت تتاخد خمسة ساشنز طيب انا نبصوا عشان ايه انا اقولكو بقى كل حاجة انا جايين قصلا عشان نتكلم بصوا هنبتدي بالbreakdown بتاع السيلابس كان بيبر وايه اللي جول بيبرز وكان ساشن برويك وهنعمل الساشن ازاي وهنصلح ازاي وهديكو حتة من سكشن ون بس كده عشان تعرفوا شوية حاجات كده عايزكو تبقى يعني عارفين ان هو السي اس بيتشرح في كذا او ايه مصطف بصوا السي اس هو عبار عن two papers بس انا اصلا حضرت الاي سي اس الاي سي اس كن three papers هنا السي اس هما two papers انا بدارز برضو محمد الاي سي اسي تي تمام عندك paper one دي ال paper three ودي عليها 60% it is out of 75 marks ودي مفروض ساعتين لربع وعشان تبقى عارفين برضو من الاول امتحانها paper one يوم 21 sorry 19 10 19 اكتوبر تمام? جاي دي متقسمة هما هما 8 sections ايه section number one ده بيتكلم على حاجة اسمها number systems ودي هاديكم حتة صغيرة منها النهاردة برصة عشان تعرفوا برضو ال content عامل ازاي بتاع شوية من الاي سي تي اوكي ودي حاجة شوية مقفة الناس اللي بتحب المقفة انبسط من الحتة دي section two بيكلم على communication technology بيتعرفوا ازاي computers او devices بيبعتوا لبعض data نشي وبيتعرفوا برضو ازاي عالانترنت بيشتغل الwebsites بنخش عالwebsites ازاي الكلام ده ايه section three بيكلم على logic gates الناس بقى اللي خدت physics خدتوا logic gates ده يعتبر الناس كلها ده مش برضو مش ايه عاللسان ده عاللسان الطلبة معظم الناس اللي اخدت CS ده بيقولوا ده احلى section اكي section four بيكلم على حاجة اسمها architecture architecture of computers بيتعقى شويه حاجات common ما بين ال CS وبين الاي سي تي section six بيكلم على ال storage devices section seven بيكلم على programming languages وهنتكلم كمين شويه يعني ايه awesome programming عشان ده حاجة مهمة جدا في ال computer science و و section eight بيكلم على الانترنت والسيكوريتي بايك الناس اللي كان بتسأل بقى الحاجات ال common بس مبدئيا عندك الحاجات ال common في موجودة في sections five ما بين الاي سي تي و سي اس و section six و section eight و شوية من دول اكتر four sections هقولك يا قدم كل حاجة ما تلاقوش يا جماعة هشرح لكم كل حاجة مش قدم ما هتلاقوش دول اكتر الاربع sections والاكتر sections فيها حاجات common ما بين الاي سي تي و بين السي اس بس مع الفرق ان هنا في السي اس انت بتعرف شوية حاجات شغالة ازاي خد بالك بقى اول فرق ما بين الاي سي تي و السي اس ان شا قلت الكلام ده في الاي سي تي الاي سي تي انت بتبقى يوزر بتتعلم الاستخدام يعني بتعرف الدفايس ده بيستخدم في ايه هنا بقى في السي اس اكتر بتعرف الدفايس شغال ازاي انت بتبقى creator تمام؟ يعني مثلا برضو في ال practical هناك انت بتستخدم برنامج بتستخدمه بس بتعرف شوية steps ازاي تستخدمه هنا انت بتتعلم البرمجة وهناتكلم دلوقتي عالبرمجة و ايه فكرة البرمجة و ان انت بتعمل program بتprogram الكمبيوتر ان هو اسمع كلامك اوكي؟ داكده بالنسبة لثيري بورت حل؟ داكده نيجي بقى لpaper 2 paper 2 الpaper القسيارة دي الpaper programming الpaper programming دي out of 40% اللي هي 50 marks وامتحانها برضو ساعتين الا رابا وامتحانها يوم 21 اكتوبر 21 اكتوبر لعلمك بقى الpaper دي الكنتنت بتاعها قصير جدا يعني السلبس بتاعها قصير جدا بس هي عاملة زي حاجات المات كده شوية هي انت بتتعلم skills وتعد تطبقها يعني الpaper دي تقريبا ما فيهاش حفظ خالص كل اللي انت بتاعرفه شوية skills وتعد تحل بالسكيلز دي طيب السكيلز دي بتبقى عبارة عن ايه بسوا بتتعلم حاجة اسمها float shorts وبتتعلم حاجة اسمها pseudo code وهديكوا فكرته دلوقتي وبتتعلم انا يعني دي حاجة مش لازم في السلبس بس بتبقى احسن بتتعلم python programming الناس اللي كانت بتسأل احنا بنعمل programming بانهي language ب python تمام؟ برضو عشان تبقوا عارفين ليه python 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 من ابسط البرامج اللي موجودة ان انت تبرمج بيها الكمبيوتر وفي نفس الوقت it is one of the most popular languages الناس بتستخدمها في الحياة العملية يعني فيه ويبسايت كتير قوي وقابس كتير قوي مشهورة جدا بتستخدم python هقول لك يا يوسف كل حاجة هقولك يعنيه برمجة ويعنيه programming يعنيه python كل الكلام ما تقلوش انتو جايين عشان تفهموا وفيه جزء عن ال data base نسي بلاس بلاس حاجة يا محمد وبايتن حاجة فعن احنا عينيه بنشتغل بايتن يعنيه بقى programming عشان الناس اللي ما تعرفش بس أبسط حاجة أبسط حاجة أبسط تعريف للprogramming ان انت بتدي بتكتب instructions you write instructions for the computer to follow يعني ايه؟ يعني انت هتقول للكمبيوتر أمر وهو هينفزه هتقول له مثلاً دخل حاجة من الكيبورد اعرض حاجة على السكريم اعمل حاجة مش عارف على جوه الكمبيوتر لا 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 مش مش SQL مش هتنتعلم مش لدرجة SQL SQL ده كده في الاس وكده يا محمد دي حاجات بسيطة جداً يعني ده دي حاجة بسيطة فتاني كلمة programming اللي هي فكرة أصلاً paper2 وبتتعلمون paper2 ان انتو بتقولوا لكمبيوتر شوية instructions وهو بيت تباعها ودي ممكن يبقى part very interesting بالنسبة لطلبة كتير جداً ومعظم الناس اللي ما بتبقاش عارف حاجة عن programming بعد ما تتعلم programming بتفكر ان هي أفصلاً تخش بقى computer science كفيل تخش جامعة computer science تخش computer engineering لان هو programming دلوقتي حاجة مهمة جداً مثلاً في الحياة العملية يعني فيه ناس كتيرة قوي بتشتغل وقتي programmer عشان الapps كمية الapps اللي احنا بنشوفها وبنستخدمها فهي حاجة ايه يعني نسمح تجاهة دلوقتي تاني فكرة الprogramming فكرة الprogramming ان انت بتقول لكمبيوتر instructions وهو بيتتبعها انت بترتب له كده الحاجات اللي هو يعملها وهو بيعملها هو الناس اللي بتعمل برامج بتعمل كده تمام؟ طيق ده كده كلمة programming يعني ايه programming language بقى يعني ايه programming language يا يوسف فيه لغات كتيرة جداً الناس بتستخدمها عشان تكلم الكمبيوتر تمام؟ اسمها programming language حلم؟ في عندك حاجة اسمها python في عندك حاجة اسمها java في عندك حاجة اسمها c c++ javascript مش عارق كل ده كل واحد بيروح يشوف اللغة اللي ما يحتح لها ويستخدمها اه ثانية واحدة بس يا سامير تمام؟ فاحنا بنروح انا شخصياً روحت الpython يعني انا استخدمت لغات كتير قبل كده انا راح تقول ليه انا راح تلبيتون تاني python من ابسط البرامج ال programming languages اللي ممكن يستخدمها بسيطة جداً حتى ال beginning وفي نفس الوقت قوية جداً وفي نفس الوقت الناس بتستخدمها في الحياة العملية الحقيقية ال application جاي؟ ده كده فكرة programming جاي؟ طيق انا برضه عايز اقول لكم عشان تعرفوا هو مين دي paper2 اللي سفتاحها قصير قوي تمام؟ اه ما هو ال coding يعني programming يا عبد الرحمن كلمة coding هو هو كلمة programming بصوا هو ال paper2 float chart حتة صغيرة جداً والdatabase حتة صغيرة انت مش متخين صغيرين اديه يعني float chart احنا بنخلصها في حصة ونحل في حصة تانية تمام؟ والdatabase بنخلصها في نص حصة ونحل اللي بقيت الحصة مين لي paper2 المنهج موجود هنا ما هي ده ما هو ال programming تانية يوسف ال programming هو ال coding ان انت تكتب codes للكمبيوتر هي ان انت تكتب instructions للكمبيوتر كلمة instructions يعني codes وانا عايز اقول لكم برضو Paper2 بتيجي ازاي اللي امتحن نفسه بيجي ازاي بصوا سيدي Paper2 امتحنها بيتقسم 2 ports بيتقسم section A وsection B وsection B بصوا سيدي section A ده بيجي لنا بيجي لتيتشورز يعني 3 tasks ليهم علاقة ببعض وكمبيوتر بتقول للتيتشورز خد التاسكس دي علمهم للطلبة طول فانا باخد التاسك دي بحلهم معاكم وبفهمكم كل حاجة عن التاسك وانت بتخش paper2 تلاقي اسئلة عن التاسكس out of 20 marks من ال 50 فانعايز اقول لكم ان section A ده غالبا الناس كتير قوي بتقفلوا انت بتبقى داخل عارف التاسكس فهمها وانا بدي لك الاسئلة والاجوبة اللي غالبا بتجي لك لان هي كل وانت هتشوفها مثلا في ال past papers كل السيشنز اللي فاتت بيجي هي نفس الاسئلة بس على تاسكس مختلفة بس هي هي نفس طريقة الاسئلة فانت غالبا بنبقى عارفين 95% من الاسئلة اللي جاية في section A ده الحلو في paper2 section B بقى بتتسقل في ايه؟ بتتسقل في الفلوتشارت بيجي لك سؤال فلوتشارت ودي من الحاجات السهلة قوي وسؤال في السودو كود او سؤالين في السودو كود وسؤال في ال database وعايز اقول لكم ان هي بتبقى paper قصيرة جدا هي بتبقى كم سؤال كده؟ نعم؟ تبقى حاجة صغيرة ولذيذة يعني الفكرة كلها في paper2 هي بتعتمد على الفهم انت لازم تبقى فهم كويس قوي وده الحلو اللي فيها ليه؟ لان هي تاني السيلمس بتاع الكونتنت بتاعها قصير فانت بتتعلم شوية سكيلز في الاول يعني احنا بنتعلم شوية سكيلز في الاول وبتعط بقى شوية ايه؟ تتمرن عليها بتعط كتير تتمرن عليها بقيت الساشن كل ايه؟ ده بالنسبة ال paper2 كان في حد عايز paper1 ده تاني ال breakdown بتاع paper1 كان في حد عايز يسأل حاجة في paper1؟ تمام يا سمير بصوا بقى هناك في الاي سي تي انت كنت بتمتحن وبتعمل حاجات practical تمام؟ في السي اس لا في السي اس paper1 و paper2 اللي اتنين written فانت مش محتاج تعمل اي حاجة على الكمبيوتر انا هوريكو البروجرامنج على الكمبيوتر practical عشان بس تبقوا فاهمينه بس انت كطالب مش لازم تستخدم الكمبيوتر او تعمل اي حاجة على الكمبيوتر هتكتب ايهن كل الانستروكشنز على الورق بص بقى من اكتر الساكشنز اللي مهمة في paper1 بص اللي بيجي فيها اسئلة كتير عندك ده اكتر من اكتر الحاجات اللي بيجي في اسئلة وده تمام؟ وده ماشي؟ عندك بقى ساكشن فايف للأسف دهية برضى عشان تبقوا عارفين ده اعلم عليه دهية بس بيجي في اسئلة قليلة واسئلته محفوظة بالنسبة بقى للحفظ بتاع CS هو CS مفوش حفظ كتير بيعتمد هوبا اصلا الـ examiner بتوعه بيبقوا حبين اي حد اصلا داخل computer science او داخل computer engineering بيعتمد على الفهم فالـ examiner اللي عايزينك تفهم أكتر من انتو تحفظ بس still الثيري عندنا في CS في حفظ يعني برضو ايه ما تقولش انهم ما فيوش حفظ خالص ففي شوية sections فيها حفظ زي section 5 section 6 و section 8 دول فيهم حفظ و section 2 شوية بس بقى في حاجات كتيرة قوي بتعتمد على الفهم بزيادة يعني عندك 3 فهم 1 فهم جدا 4 فهم برضو وهكذا يعني بتاخد شوية skills وتحل بيها تهيه دي فكرة CS وده فرق ما بين CS و ما بين ICT واللي اتنين تاني هيقول اللي اتنين على written papers مفيش واحد اي واحد تحتاجت فيه computer بس انا هوريكم شوية حاجات practical كده يعني ده حاجة بس عشان تبقوا فهمين اكتر وتستوعبه اكتر وتعرف وتحله احسن وكلامتك اه هنبتدي الاثنين على 5 جولايد طيب الحصص بقى هتبقى برضو نقص اللي schedule هيبقى من الحد للاربع اربع حصص 4 classes per week تمام تمام من الحد للاربع من ستة لتمانية وبردو لما نبقى نحتاج اي وقت اكترا تمام اه دي classes لنوفمبر يا ندا اه اه طبعا يا عبد الرحمان بصوا لما نبتدي هنعمل بقى واتساب جروب عشان نتواصل وكل الكلام ده هقولكوا بقى ساعتها هنمشي ازاي هتعملوا فورن عشان نعمل واتساب جروب وكلام ده الاكسترا classes لما نبقى محتاجين هتبقى on Thursdays بالاتفاق بقى كده بالموعيد تمام هنخلص المنهج امتى اه اه على اول تسعة يعني هو اللي امتحان عندكم يوم تسعتاشر ده اول امتحان تسعتاشر عشرة تسعتاشر اكتوبر غريبا هنخلص المنهج بنخلصه دايما في اول تسعة واخدوا بالكم احنا لما بنخلص المنهج بنبقى حلين اولا دي classified تمام ال classified ده واخد كتير او من ال past papers يعني غالبا غالبا بيبقى واخد لحد 2017-2018 ماشي ده بالنسبة للايه لحل وبعدها بنحل ال past papers t بتلاقوا اسئلة كتير اوي بتتكرر في CS الامتحانات كتير اوي فيها اسئلة بتتكرر تمام طيب بالنسبة لcurve امتحانات ال CS الناس اللي حدث الاي سي تي وسمعتني بيقول امتحانات CS سهلة اوي انتو مش تخلين سهلة سهلة لدرجة تاني نقول لي عشان اللي ما اسمعش انا عندي ناس الساشن بتاعت November 19 والساشن بتاعت November 18 في ناس دخلت الفاينل افلت paper 1 افتيري جابت 75 او من كتر ما دخلوا الامتحان ملاقوش ولا سؤال جديد لا لا بالعكس يا سلمة ال practical اصلا يا سلمة مش بتاع ال IT مش صعب وتاني انا ال practical انا بشرح لكو وتحله قدامي وبعطلكو فيديوز حل لا مش صعب اخر الكيرف عشان الامتحانات السهلة دي ساعات بيبقى ايه عالي بتيجي كتير اوية كتير اوية يا يوسف تخيل يعني ولاي الاوي لما بيجيب اسئلة جديدة في CS والله اعلم هيفضل كده ولا لا بس هو الحد الساشن اللي فاتت كان كده يعني الحد March 20 كان كده طبعا ما كانش فيه امتحانات في June 20 بس في March 20 كان فيه هو هو نفس ولاي الاوي لما بيكرر لما بيجدد في سؤال او اللي حاجة هو الكيرف around around المية ده لما يبقى امتحانسها الاوي وساشن طبعية ثمرة في November 19 نزلت 94-93 من 125 بص يا محمد يا وليد انا بالنسبالي يعني اه ده الA story اللي هو ال9 عشان الناس بقى اللي بتسأل على ال9 وال8 وكده ال8 بتبقى اللي سنة انا بالنسبالي باش شوفي CS اسهل من ناحية ايه اقصر two papers بس مش three papers اه في كتير اوي فهم مش حفظ السلابس بتاعه اقصر تمام؟ بس ارجع اقولك فيه طلبة ما بترتحش لل CS مش كتير بس فيه ناس يعني فيه ناس بتجرب ده وبتجرب ده وهي بتلاقي ان لأ مثلا حب الاي سي تي اكتر مش عارف ايه معانا الاي سي تي فيه ناس كده اوي بتسترخم التيري بتاعه ومم فيش حد بيحب التيري بتاعه اولاي الاوي لما بتلاقي الطلبة بيحب التيري بتاع الاي سي تي التيري بتاع السي اس مه هوش كبير وقصير ومعظمه بيعتمد على الحقص بصور يعرفين يعني يا سما ده برأي الشخصي بس انا برضو دايما الناس ال confused دايما بقول لها تحضر اول ثلاث اربع حصص منهم الاتنين اللي انا عارف يا سما ساعات الناس لما بتحضر الاتنين بتقولك لا انا هكمل اي سي تي مش هكمل سي اس الناس تانية تقولك لا انا هكمل سي اس مش عارف وفيه ناس بتقولك لا طب ما انا اخد الاتنين لما انا شايف ان انا اوكي في الاتنين مثلا اللي هم محتاجين مادتين في نوبمبر حاجات كده بقى بس هو تاني انا هقول لكم فوائد ده وفوائد ده فوائد السي اس اقصر بيعتمد على الفهم اكتر تمام في البيبر 2 دي على قد ما مش اي حد يستوعبها بس برضو هيستل قصيرة اوي 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 فانت بتعطي تمرن عليها كتير جدا فايدة الاي سي تي بقى في البراكتكال على قد ما هو طويل على قد ما هو سهل ليه لان انت ده حاجة بتعطي تمرن عليها يعني انت لو دخلت على برنامج استخدمته الاول مرة بالنسبة لك كان صعب هتجربه تاني هيبقى اسهل هتجربه تالت رابع يعني مثلا احنا في الاي سي تي هناخد مثلا الباور بوينت وتعمله هومورك مثلا ايه لاتساي ايه لاتساي ايت ناين اكسرسايز باور بوينت اول مرة هتلاقي ان هو لا مش سهل اوي مثلا تاني مرة تحس ان هو لا ده اسهل تلت مرة ايه ده ده اسهل لحد اما توصل للايث او الناينث اكسرسايز هتلاقي ان هو عاود جدا لان تقول اباوت براكتس هو ده فايدة الاي سي تي الرخم في الاي سي تي التيري بارت شوية بس انا قلتلكم باردو السليوشن بتاع التيري اللي هو الناس بتسترخمه ده هو الحل الكتير بالمارسكي دي احسن حاجة ليه بس هي دي فكرة الفرق بين الاثنين لا الاثنين مادتين مختلفتين يا عبد الرحمن يعني الاي سي تي مادة مختلفة عن سي اس خلاص في كل الجماعات تمام انا بيني وبينك انا بحب اول سي اس لان انا بحب البرجامنج بورت جدا انت تقعد تكلم الكمبيوتر او تكتب عاماته و تشوفها شغالة عالكمبيوتر تقوله يعمل حسابات ويعملها حاجات كده يعني بص يومنا لا مش صعبة هي محتاجة براكتس كتير جدا هي دي فكرة اه هتتعلمها بقى يا عمر في بقى تكنيك الوردس كده هتكتبها في الاي ستي و سي اس دي كده هتكتبها في الاي ستي و سي اس دي كده ولا كده هتتعلمها في السيشن يعني بالنسبة للهومورك انتو هدايما هنشتغل مع الشغل اللي احنا شغالين عليه بالكلاسيفايد وهتشوفوا برضو ايه حتة دلوقتي صغيرة كده من الاسي اس هديها لكو لها علاقة بشوية حسابات ومات وهوريكو ازاي الاسئلة بتيجي عليها الاسئلة البسيطة صغيرة الفكرة منها ايه الكلاسيفايد انت هتحلوه اول باول تمام؟ والتصليح هيبقى في الكلاس يعني انا هديكم مثلا سكشن وون هومورك او الاسئلة الفلانية من سكشن وون نيجي الحسة اللي بعدها نشرح حاجة جديدة واخر الكلاس نحل الاسئلة بتاعت الهومورك واحدة واحدة نشوف انت عملت ايه في ده في حد عنده سؤال في السؤال ده ده ما فيمتوش نحله تاني ده ما فيمتوش نعيد وشرحه تاني ده التصليح بتاع الهومورك دايما بيبقى في اخر الكلاس اللي بعده تمام؟ كله من السنتر يا يوسف النوت والكلاسفايد والباسبيبز وكل ده من السنتر تبع المكتبة يعني هو بيتعملوا تواصلوا بمكتبة يعني بالزبط يا محمد محمد وليدي انت محضرتش حسة CS اللي قبلها اللي قبل دي انت كنت عايز تحضرها بس ما عرفتش؟ اوه يا محمد اوه لسه هنشوف بقى سامير هتمشي ازاي كده ولا كده بما اننا اونلاين مش هتفرق نقسم ولا لأ لا لا ما تقلقوش بص يا جماعة ما تقلقوش من كل الحاجات دي انا مش عايزكوا تشغلوا بالكو من العدد وفي ناس ما عرفتش تخش دي حاجة لها علاقة بيه انا والسنتر بالنسبة للناس اللي ما عرفتش تخش النهاردة عشان الحصة دي احنا هنعمل وحدة تانية تمام للICT والCS عشان اللي ما عرفوش يحضروا النهاردة خلوهم لو تعرفوا حد ما عرفش يحضر النهاردة عايز يحضر النهارة كان عايز يحضر الحصة دي يتواصلوا مع السنتر هنعمل وحدة تانية later on this week عشان الناس اللي ما عرفتش تحضر اما بالنسبة للكلاوسز بقى بتاعة الكورسي نفسها لما يبتدي دي حاجة تانية متعندوكو اي اسئلة في السيلابس عشان اموف اون بس دلوقتي سواء Paper 2 او Paper 3 او Paper 1 كونسورين لا 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 ما تقلقش يعيس و مش هتأثر خالص يعني احنا اونلاين انت شايف يعني عايز اقولك بقى ال Data Base بسيطة قوي قوي عن الاي سي تي عبد الرحمن لو انت كت خدت الاي سي تي او هتأخد الاي سي تي اه ما انا هوريك بوس يا سامير هوريكو بارت من سكشن 1 ثيري و بارت من البروغرامي عشان برضو تفهموا ايه الحاجات دي و ايه الحاجات دي انا بس عايز اقول لكو حاجة مهمة تمام برضو قبل ما نبتدي سيبك دلوقتي ما في لوتشارت هفهمك ايه فكرة في لوتشارت يا يوسف عايزك اقول لكو حاجة مهمة قبل ما نبتدي سكشن 1 CS في حسابات زي addition, subtraction, multiplication و شوية division وبتعمل حسابات دي من غير calculator تمام paper 1 و paper 2 بتخشوها من غير calculator مش هتفرق انتي فاطمة صح مش هتفرق يا فاطمة تايمي انا انا يا ما شفت بصي هو الاي سي تي ليه علاقة اكتر باستخدام الكمبيوترز يعني ان انت بتستخدم الكمبيوترز اكتر في الاي سي تي انا شفت نيس والله انا شفت نيس قبل كده ملمسوش اي لابتوب ما نهمش علاقة بالكمبيوترز و داخل الاي سي تي بجابه ستار ده ما نهمش علاقة احنا كده ولا كده بنيبتدي from the ground up من A to Z باقولكو كل حاجة بعلمكو مثلا في الورد زي تكتبو تغيرو كل البيزيكس بتتعلموها في الاي سي تي تمام؟ بس الفكرة ان في السي اس انتو ما بتمسكوش كمبيوتر اصلا هو كله على الورق انا بس اللي بمسك كمبيوتر بوريكو شوية حاجات عشان انتبو فاهمين انا برضو عشان لسه اي الحاجة مهمة انتو بتعملو حسابات في السي اس من غير كالكليتر ايه ما فيش اي كالكليترز في السي اس عايزكو الناس اللي هتاخد سي اس عايزكو تنسو خالص يعني ايه كالكليتر ايه حسابات زي ايه بقى هوريكو دلوقتي مش حسابات حسابات مش حسابات حي كبيرة شوية اديشن شوية سابتراكشن شوية مولتيبليكيشن الكلام ده بس بنعملها من غير كالكليترز تعالوا كده ايه نبتدي سكشن 1 عشان اي وريكو قصدي ايه على الحسابات دلوقتي زي اما قلتلكو سكشن 1 بيتكلم معها لحاجة اسمها النامبر سيستمز ودي حاجة ليها علاقة بالماث اكتر ايه احنا كبنى قدمين احنا بنستخدم ارقام معينة اللي هو 0,1,2,5,9 دي اسمها النامبر سيستم يعني احنا الارقام بتاعتنا والسيستم اللي احنا بنستخدم في الماثة عم متل اسمه النامبر سيستم ايه النامبر سيستم ده مكون من لا تاني عمر ام 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 سيستم ده الارقام بتاعتنا اللي هي الارقام العادية لسه دعيلكم ايه اللي هو من zero nine ارقام zero مش عارب وانتو لحد nine الارقام بتاعتنا العادية وده انا دلوقتي لو جيت هنا كتبتلكوا رقم زي ده انت هتنطقو لما تيجي تنطقو هتنطقو three hundred and twenty nine الرقم اللي عليمين خالص ده الارقام بتاعته one تمام؟ الرقم ده الارقام بتاعته ten عشان كده بتنطقو twenty والرقم ده الارقام بتاعته hundred عشان كده بتنطقو three hundred وهو three hundred and twenty nine تمام؟ سموه base ten number system دي شوية information تعرفوه عن الارقام بتاعتنا اللي احنا مستخدمها في المال خد بالك بقى الكمبيوترز عشان تبقوا عارفين من جوه الكمبيوترز كله كهرباء ما بيفهمش الارقام دي ما بيفهمش الحاجات دي الكمبيوترز كلها عبارة عن شوية اسلاك وكهرباء طيب السيستم بقى بتاعه بتاع الارقام اسمه ايه؟ اسمه binary system نعم؟ ما بيستخدمش غير زي ما قلتلك كهرباء زي switches on و off يا zero ده يعني off حاجة مقفولة يا one حاجة on مفتوحة يعني تاني الكمبيوترز من جوه شوية كهرباء off و on zero's and ones طيب انا دلوقتي لو جبت سلك تخيل انا جبت سلك اهو ادي سلك وشغلته تمام؟ ده كده جوه الكمبيوتر اكني اكني اديته value of one طيب لو انا جبت سلك تاني جنبه وشغلته هو كمان ده اكني اديت للكمبيوتر value of two طيب انا هجيب سلك تالت وشغله ده اكني اديت للكمبيوتر value of four هجيب سلك رابع value of eight خدت بالك بقى اللي بيحصل في الارقام اللي فوق دي بتجات multiplied by two سموه السيستم ده سموه base two number system ده base two number system يعني لماعناه ان انا لو جبت سلك كمان الرقم اللي هنا هيبقى كام؟ 16 وانتوا فاهمين بقى بيجات multiplied by two حل؟ طيب لو انا برضو جيت في الكمبيوتر وجبت واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اسلاك جنب بعض وشغلتهم اكني بقول للكمبيوتر رقم معين انت بتعرف الرقم ده ازاي؟ شايفين الارقام اللي فوق دي one و two و four و eight و 16 اعمل لهم addition plus بعض يعني خد كده ال 16 دي اعمل plus eight تمام؟ plus four plus two plus one دي بقى الaddition اللي انت بتعملها من غير calculator تعرفوا تعملوا الaddition دي دلوقت كده من غير calculator؟ اظن دي سهل دي مفاش اي حاجة حلو قوي الكلام ده thirty one زي الفل thirty one دي سهل دي مفاش حاجة حتى هتعملها بالروحة على جنب والعلمك عشان تبقوا عارفين سواء OCT أو CS امتحاناتهم الاثنين الوقت في حلوة قوي يعني مفيش اي حد قبل كده في اي session اشتكى من اي paper كوقت سواء في OCT أو CS سواء في التيري أو الpractical فكده ولا كده انت الوقت هنا حلو والوقت هنا حلو والصراحة بيني وبينكم الوقت احسن شوية في CS يعني هو ساعتين للربع ده بيبقى جدير قوي على الامتحان paper one سواء paper one أو paper two program تمام؟ طيب تعال بقى ناخد example تاني بس اللي احنا عملنا دلوقتي ده عشان تبقوا عارفين احنا اللي عملناه اخدنا ده ال binary system وحولناه لده ال binary system بشوية calculations بشوية math يعني انت تعلمت دلوقتي how to convert from ال binary to ال binary تمام؟ طيب تعالوا ناخد example تانية برضو من binary ال binary طيب احنا نجيب برضو ايه شوية اسلاك خليكم معايا في الاسلاك ايه دي ايه؟ سلك فتحناه السلك ده قفلناه zero يعني مقفول السلك ده مفتوح مفتوح مقفول مفتوح بص بقى انا اديتك ده binary يعني انا كتبتلك ده binary وقلتلك طب ما اتطلع لي ال binary بتاعه انت بتعمل ايه؟ بتعمل شوية steps اول حاجة بتعملها بتكتب ال headers اللي هي ايه؟ اللي هي دي دي بنسميها ال binary headers بتكتبها فوق دول ادي واحد طلعها اوه two four بتبتدي من على يمين بone وتعط multiply by two four eight sixteen thirty two وتعمل ايه بعدها يا سمير؟ تروح واخد اللي تحتهم ones بس شايف ده؟ يعني دي طالما هي مقفولة ولا اكنها موجودة ودي شغالة ودي شغالة دي مقفولة صح؟ دي تحتها zero ولا اكنها موجودة ودي شغالة تروح عامل ايه؟ thirty two plus eight plus four plus one يطلع لك 45 ده بالDinary ده كل اللي انت بتعمله في الامتحان والسؤال ده لازم طبعا هيجي لك سؤال في section one ده كده كده يقول لك حول من binary الDinary او العكس بقى هناخد العكس الوقت اللي هو فيه subtraction عايز بس اقول لكم على حاجة صغيرة لو تاخدوا بالكوا شايفين ده؟ شايفين اول واحد ده؟ لو دقم دايما الرقم ده هطلع odd لو تاخد بالك 45 رقم odd 31 رقم odd ده كان مفتوح حتى هديكم example واحد تاني اه لازم يا مروان من يميل للشمال يعني هنكتب رقم تاني اهو كمان اهو ايه؟ binary اهو بص 0 1 1 0 و قلتلك حول هولي الDinary كل اللي انت هتعمله برضه هتحط ميليمين دايما from right to left او 1 2 4 8 16 تاخد ده ده مالكش دعوه بيه plus ده plus ده ده مالكش دعوه بيه هتطلع كام؟ 10 ده هدي 10 plus 6 22 لو تاخد بالك برضه ان ده ده بص ده off طلع رقم even دي حاجة برضه انت ايه؟ دايما بتستخدمها to check your answer ده لما تبص كده اه ده زير وانا طلعت ارقم even يبقى اه ده غالبا صح وكده ولا كده تاني هي دي الadditions اللي انت بتعملها عادة في الامتحان ممكن يبقى فيها ارقام اكتر طبعا بس عادي انت كده ولا كده عندك وقت وعندك ورقك وقلمك ويه؟ وبالراحة بتعمل addition بالراحة كده انت حولت تاني من binary ل didn't طب نشوف التاني بقى العكس برضه عشان الناس تشوف ايه الفكرة من الاسئلة؟ نعم عندك رقم binary لق دي حاجة بس عشان تاخد بالك منها يا عبدالرحمن ان دايما لو الرقم ده لو الرقم ده اللي عليمين اللي هو اول واحد عليمين ده لو هو zero الرقم ده هتطلع even لو الرقم ده اللي هو عليمين ده واحد one يعني ده الرقم ده هتطلع odd دايما انا قلتلك بص يا يوسف امتحان paper one و paper two لتنين ساعتين الاربا والناس دايما بتخلصوا بدري عن كده يعني طيب تعالوا برضه تشوفوا ايه لو انا ديتك رقم binary مثلا زي eight hundred and twenty تمام وقولتلك طلعلي binary pattern بتاعه او binary number بتاعه بس برضو انت بتمشي في شوية steps ويمني اتمرن عليها كتير ايه اول حاجة بتعملها بتحط الheaders بتاعت ال binary اني لسه ايلك الheaders بتاعت ال binary اللي هي one two four eight بتاعه ناشي كده sixteen thirty two sixty four one twenty eight بتاعه multiply by two two fifty six five hundred and twelve بس خد بالك اللي بعديها مش محتاجينها يعني انت لو مسكت كده five hundred and twelve times two هيطلعلي كام الف اربعة و عشرين كل ده احنا مش محتاجينه تمام ليه لان الرقم ده قردي اكبر من الرقم اللي مديهولك فانت مش بتحتاجه ايه اه لغاية ما تكون يعني قبل ال eight twenty مش اكبر منه يعني احنا ما ينفعش نزود عن الرقم اللي هو محتاج اللي احنا عندنا تمام اه الارقام دي تاني يا محمد يا ايمن بس الارقام دي اسمها ال binary headers دي اللي احنا كنا بنكتبه هنا اللي احنا كتبناه هنا بتبتدي بone وتعطي multiply by two بس one two four eight sixteen thirty two بتعطي multiply by two بس يعني اح لو تاخد بالك بنبتدي بone على يمين اهو بتديد بone دايما بتبتدي على يمين بone وتعطي multiply by two اوكي اي وتمسك ال eight twenty دي بص بقى تمسك ال eight twenty وتعمل ايه؟ تمشي from left to right حلو امسك ال eight twenty اتشوف ال five hundred and twelve مش انت محتاج في ال eight twenty خمسمائة و اتنشر محتاج five hundred and twelve بتعمل ايه؟ بتحط تحتيها وان وتروح عامل minus minus five hundred and twelve ليه؟ لان انت لما حطيت هنا انت شغلت ده يعني انت you used this value فانت اكنك عايز تشوف انت محتاج ايه تاني او انت خلاص استخدمت five hundred and twelve من eight hundred and twenty تمام؟ فانت بت ايه؟ بتتسابتراكت طيب لما انت تعمل ده سابتراكتنج من ده تعمل minus هتعرفوا تعملوا minus ده؟ عملوا بالراحة بالزبط three hundred and eight حلو؟ طيب تمسك بقى الرقم ده وتكمل بالراحة انت محتاج 256 ده مش محتاجه في 308؟ طيب تروح حطت هنا وانا وتمينس بالراحة على مهلك تعمل ده minus ده وتشوف هيتبقى لك 52 تمام الحاجات دي بقى احنا بنعملها بالراحة جدا طيب تمسك 52 وتكمل هل انت محتاج 128 في 52؟ اكيد لا، صح؟ فبتعمل ايه؟ بتحط هنا zero وتروح للبعده هو دايما كده يوسف احنا دايما بنعمل minus عشان نشوف متبقلنا كم من 820 ده دايما ده يعني ده حاجة انت بتمشي عليها زي system بتمشي عليها طيب انت هنا معك 52 طيب مش محتاج 64 برضه تعمل zero جيت عند 32 انت صح يا يوسف جيت عند 32 ماشي؟ لقيت انه انت محتاج 32 فبتحط هنا وان؟ وتروحت minus 32 بتقعد ماشي كده بقى هيتبقى لك كم؟ برضه تاخدها بالراحة عشان بص يا علي انت دوقتي معاك 52 تمام؟ هل انت محتاجة within 52 دي رقم value 128؟ هل انت محتاجة مثلاً value دي جوه 52؟ لأ لان هي اكبر منه صح؟ فبتحطي عندها zero نفس الحكاية في 64 يعني بص هنا انت دلوقتي عندي معاك 52 هل انت محتاجة جوه 52 64 كفالي كرقم؟ لأ برضه لان هو اكبر منه طيب نيجي مثلاً عند 32 انت جوه 52 مش محتاجة in order to get to 52 مش محتاجة 32 فعشان كده حطينا عند 1 هي دي فكرة عن متى يعني مثلاً احنا دلوقتي معانا 20 بص يا علي احنا معانا دلوقتي 20 احنا جوه بال20 دي do we need this 16؟ او احنا محتاجينها صح؟ فبنحط عندها one ونعمل minus يتبقلنا four معانا دلوقتي 4 معانا 4 تمام؟ نيجي هنا محتاجين ال8؟ لا نحتاجين ال4A يبقى نحط one ونعمل اول ما نوصل لzero خلاص بقى كمليهم zeros تمام؟ فده معناه ان الكلام ده شايفين الزيروز والونز دي ده الباينري ده الباينري بتاع 820 اي رقم دينري ممكن تعمله باينري بتاعه يا سمير اي رقم اي رقم انت عايزه يعني الكمبينيشنز تحت الارقام دي ممكن تعمل اي رقم دينري انت عايزه كده احنا حولنا كده انتوا عارفتوا ببيضت باينري باينري كده انت كده فهمت يا يومنا الكنفرجن صح؟ مش فهم الكلام ده ايه بقى الديناري ده ده حاجة بالماث بيعرف الارقام اللي احنا بنستخدمه والبيناري برضو دي حاجة mathematical بتعرف الارقام اللي الكمبيوتر بيستخدمي بس مش اكتر يعني هون مجرد representation يعني ده representation بتاع الكمبيوتر والdinary representation بتاع الهيومنز هي دي الفكرة لحد ما توصل لزيرو هي يوسف بس كده انت at some point بص هتوصل لزيرو at some point هتوصل لو انت الارقام بتاعتك صح وبتعمل مينص صح هتوصل لزيرو اول ما توصل لزيرو خلاص بتكمل لباقي زيرو زيرو اخدوا بالكم الحاجات اللي ما نبتدي session بعده هنتمرن عليها اكتر لا لا مستحيل ما توصلش لزيرو يا عمر مستحيل ما يبقى فيه ارقام يبقى انت عملت حسابته غلط لازم هتوصل لزيرو بالزبط انت بتكونفرتي بس عشان تعرفي الكمبيوتر مفهم ايه بالزبط كده يا عمروان اي رقم اكبر من 512 بزيرو خدوا بالكو تاني احنا طبعا دورنج session احنا لسه يعني بس عشان الناس تعرف انتو بتعملوا ايه بقديكو كaddition و subtraction احنا الحاجات دي لسه هنحل عليها كتير في session ده مجرد one example خدوا بالكو برضو ممكن اواريكو كده يعني ايه programming بس انا عايز اواريكو ال basics اوي 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 لان ال programming ده كبير يعني واي ايه یعني محاج حاجه حصل واحده بالذات الاولانية بس انا بس عايز افهمكو ايه الفكرة يعني بس انتو حاجه من ف Paper Two الي قلتاها فوق الف Syllabus يعني حاجه اسمها sodo Code دي كتعريف او زي English-like instructions English like instructions for the computer to follow يعني تلام دور بس ها ركدا نئسم ايدي سودقود و ايدي what happens in the computer انا دلوقتي لو جيت كتبت كده الكلمة دي input number تمام اللي بيحصل جوه الكمبيوتر الكمبيوتر بيفتح مكان اسمه number زي ما انا بص انا كتبت كلمة number زي بيف هو بيفتح مكان اسمه number ويستنى اليوزر اللي قعد جوه الكمبيوتر يدخل رقم تمام يعني اي واحد فيك ويقول لي اي رقم براندم كي يشوف اول رقم يطلعلي على شات هافته 32 اول واحد محمود اشرف جالي 32 بص 32 ده هيتساكل هنا حل اي لو انا جيت كتبت له كده output انتو شايفين انا بكتب instructions وهو وفي حاجة بتحصل جوه الكمبيوتر ماشي output number طب الانستراكشن دي بقى ايه هتعمل ايه في الكمبيوتر الانستراكشن دي للسكرين ادي المونتر ده مثلا المونتر تمام انا قلت له output number الكمبيوتر هيعمل ايه هيروح للمكان ده ويبص على الرقم اللي جواه هلاقي في 32 وهيروح مطلع 32 على الاسكرين قدامك طب اجزامبل تانية افريد انا قلت له كده output وفتحت زي quotations وكتبت the number is وقفلت quotations وعملت comma وكتبت number يعني انا كتبت الانستراكشن دي بص يا جماعة انا كتبت الكود ده الكمبيوتر بقى هيعمل ايه هيروح واخد شايفين اللي مكتوب جوا quotations دي الحتة دي دي هتتكتب على الاسكرين زي ما انا كتبها بالحرف هتتكتب كده the number is تمام شايفين اللي بعد الكامة كلمة number دي مش موجودة في quotations صح؟ فالكمبيوتر هيعمل ايه هيروح برضو لحاجة ال variable اللي اسمه number ده ياخد الرقم اللي جنبه ويكتبه هنا جنب المسج هي دي فكرة البروغراميج عشان تبقوا فاهمين يعني ايه البروغراميج ان انت بتكتب ده احنا بنكتب ده وده اللي بيحصل جوا الكمبيوتر بعد ما هو يسمع كلامنا او يسمع الانستراكشنز بتاعتنا that curious فيهمتوا بقى يعني إيه البروغراميج صح؟ تمام خدوا بالكم البروغراميك ده بقى يعني بنقعد كتير بقى يوسف بنتمرن عليه ان هو بيبقى تاني شوية سكيلز في بيبر 2 وبنتمرن كتير قوي بقى عليه بقية بقية الساشن نفس فكرة المعب يعني شوية طيب اقاريكوا بقى شوية اسئلة برضو على ايه سكشن 1 عشان تبقوا فاهمين ده الكلاسفايد يعني مثلا ده سؤال بسيط جدا بيجي تابع سكشن 1 بيجي يقولك ايه ده مثلا الديجت الالارم كلاك بيكون من 4 ديجتز تمام كل ديجت معمول من 4 باينري كود ايه انتو تاني فاكرين انتو فاكرين الباينري هادرز يعني هتكتب 1 2 ده الباينري دعني 2 4 8 وهكذا اوكي اوه كل رقم من دول بتديلك example الرقم ده هو 4 ديجتز دول الرقم ده هو 4 ديجتز دول وهكذا امام كاي بيقولك what time is shown لو هو الباينري ده يعني انت كل اللي انت هتعمله هتروح حطت كده 1 بس 1 2 4 8 وتمسك واحدة واحد تمسك الرقم ده ده الـ 8 مقفولة الـ 4 0 الـ 2 0 والـ 1 هي الوحيدة الايه اللي مفتوحة فده equal to come to 1 طب الرقم اللي تحته ده كامل هم دول الاتنين اللي مفتوحين بس بالضبط 6 اسلام اهو جابها خلاص طب الرقم ده equal to come هو الـ 4 بس الوحيدة اللي مفتوحة صح يا يوم بالرقم ده بالضبط فانت تروح كاتب كده 1 6 4 9 الناس كتير ايه هطلعتها هنا العكس هتروح مسك الـ 1 دي هتحط طبعا الهدرس بتاعتك هي سهلة بس انت هتحطها احتياطي عشان ما تطلق بطش بس يا يوسف يا يوسف يوسف قصوي انت شايف هنا مثلا تعال ناخد الـ example دي انت شايف هنا الـ 4 والـ 2 بس اللي مفتوحين صح؟ بتعمل 4 plus 2 أوكي انت شايف هنا مثلا الـ example ده كلهم مقفلين مع عدل الـ 4 فإيقوز لـ 4 تمام؟ الرقم ده مثلا يوسف يا خاصب هنا بقى الـ 8 مفتوحة والـ 1 مفتوحة فانت هتعمل 8 plus 1 يعني انت بتعمل دول الـ 1 بس اللي تحتهم بتعملهم plus بعض بس مش اكتر هتلعلك 9 وتروح كاتبهم ايه هنا بقى العكس هنا بقى العكس عندك الـ 1 ده هو الـ 1st digit تمام؟ فانت عايز تعمل 1s من هنا هتقفل كل وتفتح الـ 1 دي سهلة دي مش قضية طب الـ 7 تعالي ناخد الـ 7 واحدة واحدة برضو يا عشان الناس العايد الـ 7 هل انت الـ 8 محتاجها جوة 7؟ لا فانت هتفتح الـ 8 بتيجي عند الـ 4 اه محتاج ايه 4 جوة الـ 7 7-4 هيتبقى لك 3 تمسك الـ 3 تمام؟ محتاج الـ 2 جواه ادي 1 يعني 3-1 حتى انت لما تعمل 4-2-1 هيتبقى لك 7؟ كده خلصنا الـ 1 والـ 7 تمسك الـ 2 دي سهلة برضو انت عندك اصلا هادر بـ 2 اهي بالضبط يا مالك تمسك الـ 9 اللي هي الـ 8 والـ 1 يعني هي الاسئلة بقى عادة بتيجي كده في فتر 1 يعني في فتر 1 دي من الحاجات برضو ايه؟ الـ Additions والـ Subtractions السهلة ما عندكوش ايه اسئلة على الحاجات دي؟ اني واحد يا عمر؟ الـ 9 ولا كله ده؟ الرقم كله كله، طب بص تعال ناخد واحدة واحدة سيبك من الـ 1 7 2 9 بص هو بيقولك ثانية واحدة يا سامر بص هو هنا بيقولك كل رقم من دول يا عمر كل رقم من دول بيجيت represented by 4-digits binary تمام؟ المستاني 4-digits binary نوع ده يعني كل واحد من دول ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة مشي؟ يعني مثلا الـ 1 دي تعال نحط الـ Headers عبروش انت كده ولا كده خلاص فعرفتوا الطبيعي الـ Headers 1 و 2 و 4 و 8 مشي؟ انت محتاج انت محتاج عشان تعمل الـ 1 دي جوه الكمبيوتر محتاج 8؟ لا طبعا محتاج 4؟ لا برضه محتاج 2 برضه لا محتاج شوانيش محتاج غير الـ 1 تمام؟ فده الـ Binary محتاج بـ pattern بتاع 1 طب خلاصنا من الـ 1 طب امسك 7 هو هتطلق برضه 1 و 2 و 4 و 8 هل؟ طبعا نشوف الـ 7 هل انت محتاج الـ 8؟ عشان تعمل 7؟ لا طبعا طب محتاج 4؟ اه محتاج 4 طبعا ايت بقلك كام لو انت استخدمت 4 من 7؟ يعني عملت 7-4 ايت بقلك كام 3؟ طبعا محتاج دول حتى لو عرفت لو حاولت تعملها بالعكس هتطلع فعلا 7 يعني انت هتلاقي ان كده 4 مفتوحة والـ 2 مفتوحة والـ 1 مفتوحة فانت هتعمل 4 بلاس 2 بلاس 1 هتطلع لك 7 بس و تمسك بقى كل digit وتعمل ده اللي احنا عملناه هنا تمام تمام يا عمر؟ تمام يا عمر؟ تمام يا سامة خلاص كده تمام؟ ممكنش سؤال تاني؟ ممكنش سؤال تاني؟ انا مش عايزة فهمكو البروغرامنج النهاردة يومنا خدوا ليك انا مش بفهمكو البروغرامنج انا بقوليك يعني ايه بروغرامنج بس بعرفك يعني ايه بروغرامنج لسه فيه شرح احنا لسه اصلا هنشرح فلوت شارتز بالراحة فلوت شارتز اصلا اسهل من التودو كود هنبتدي انا بس بفهمك يومنا او بس بقولكو ان انتو لما بتكتبوا الحاجات دي في حاجات بتحصل جوه الكمبيوتر هو ده يعني بروغرامنج انا قصدي كده يعني انت فاهمة كده؟ يعني انت لما تعملي دول بيحصل كده لما تعملي ده بيحصل كده لسه بقى فيه شرح يعني انا بس بعرفكو يعني ايه بروغرامن بعرفكو ببروغرامنج مش بشرحلكو ببروغرامنج لسه بيحصل اكتر من كده كتير انتو فهمتينه أيبنا؟ لا ما تلاقيش يعني في اي حد طيب عنده اي اسئلة عمتا عن السيليبس اللي انا قلت اي اسئلة عم اي حاجة بيزيق ساوي ام حامس راحة في ال O-Level انا معاش انتليك في ال Programming ولا لا بس هو بيزيق ساوي يعني هالفكرة انت تعرف بس ال F ومش عالف ايه والحاجات دي وشوية loops وكده وخلاص يعني وتستخدم شوية برامج صغيرة بس لا الماث موجود يا يوسف في ساكشن 1 وشوية حاجات في ساكشن 6 يعني بس كده سامة انت قصدك افدنس زي زي ايه زي جون اللي فات يعني هنمشي زي جون اللي فات هنبقى بس الفكرة بقى ان نبقى احنا كده ولا كده هنبقى محضرين من الاول بقى الكوزز وكده واصلا الناس الهدرة سجون اللي فات من الاول كانت قرادى لحد ما وصلنا لشهر تلاتى كان قرادى احنا معانا قصا افدنس كوزز وهمور كل الكلام دهانا لا 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 يومنا الاي سي تي والسي اس مادتين يا جماعة الاي سي تي والسي اس مادتين مش مادة واحدة بص يا يوسف انت في مادت ايه قولي بص يا يوسف الافدنس انا لما اشتغلت في فيجون اللي فات هو الافدنس عندك اه قوزز تمام كلاسيفايد محلول اه بالنسبة طبعا لل اي سي تي براكتكال محلول مشي وموك هي دي الحاجات قصا اللي احنا بنحضرها بتروعات الساشن ايه قولولي عندكو اي اسألتين ايه موك 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 بص اي ادم مش انتو اللي بتستطيع يعن انتو مش هتحتاجوا تستخدموا بايتن واي لو انت عايز تشتغل مع نفسك في البيت بس هو مش مطلب ككورس يعني أنا بس بوريك حاجات بايتن غالبا يا مالك بص مالك لازم تسأل الجامعة لان في جامعات مش بتحتاج في شوية جامعات مش بتحتاج يا سمعت لا 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 بص عمر 60% 60% 40% البروغراميج يعني بص البروغراميج عشان هو 50 marks out of 40% with theory 60% 55% أنا قلتلكم على حسب الامتحان هو عادة بيجيب الامتحانات سهل قوي زي ما قلتلك فممكن يبقى عالي بس جي نوفمبر اللي فات نوفمبر 19 نوفمبر 19 اللي فات نزل مرة واحدة يعني مثلا كل الساشن 100 من 125 وجي مرة واحدة في نوفمبر اللي فات نزل 93 مثلا على حسب يا يوسف انت داخل ايه؟ لان هو الجامعات مش بتطلب حاجة بس على حسب يعني معظم الناس اللي داخلها هندسة الحاجات دي شوية CS بتبقى فايدة ليها مفيدة جدا لان انت بتاخد بروغراميك في الجامعة فبتبقى حلوة لو انت اصلا داخل عارف بروغراميك تمام دي حاجة بس اي بقى حاجات تانية الاي سي تي بيبقى مفيد ليه؟ لان هو بيعرفك مايكروسوفت اوفيس على حسب بقى انت عايز ايه يا محمد؟ دي بقى ممكن نتكلم فيها اكتر لما تخلص الكورس بتاع CS ليه؟ لان انت ساعتها هتقول لي بقى انا عايز اطلع مثلا بروغرامر انا عايز اطلع مش عارف ايه ساعتها اقولك انهي احسن لك الكمبيتر انجينيرينج ولا كمبيتر ساينز ان كل واحدة ليها مميزاتها بس معظم الناس البرغرامر لا الكمبيتر ساينز دافنتلي انا اه حد اثنين تلاتة اربعة من ستة لتمانية يعلي دي الكلاسز الاساسية ولما بنحتاج مثلا اي اكترا لسن ولا حاجة بيبقى يوم الخميس بنتفق بقى بالمعايد يعني دي ساعتر بالاتفاق لا ايه level CS الاس شبه الاول اول اول يعني نفس تقريبا لو بصيت على الاس والاول اول هتلاقي تقريبا نفس التقسيمة دي بس technical details في كل واحدة اكتر ال a2 بقى هو اللي بياخدوا حاجات من جمع احنا لسه ما عرفش يا نور هيبقى فيه لا بس او قتل نعو يا نور فيه امتحانات عادي وما فيش ابدا تنسوا الكلام ده ممكن ICT اكتر يا يوسف اه هنبتدي on the fifth خمسة سبعة ان شاء الله بصوا ايه كمان عشان ايه لو في انتو عارفين حد ما عارفش يحضر الحصة دي او الاي سي تي احنا هنعمل حصة تانية وهبعتلكو دي نمرت ال center تاني هي تمام؟ ابعتهو نمرت ال center عشان تقولولو يكلم ال center عشان هنعمل حصة تانية زيها ال center orientation لل ICT وال CS بالضبط يا عمر حاجات بقى هاردوير اكتر يا محمد حاجات circuits اكتر يعني حاجات عاداتنا مش بتحتاجها في مصر قوي Aie mmm لا اقلم الاولnica بالشوية يا عمر الكربة بتاع بى اقلم الاولnica بالشوية Woah برمضة اكتر حاجة يا محمد اه الموايد لأ ساعاتها بقى لازم تشوف الجامعات اللي انت مسافرها بره تشوفوا محتاجين كام A-level اللي بره طبعا بيحتاجوا A-levels في ال-I-T يا سيف لا A-S و A-2 اي A-levels في الدنيا متقسم A-S و A-2 اه الجامعات في مصر يا محمد مش بتحتاج ال-A-levels اللي بيحتاجواها بره اهو يا نسرين موسي البرسنتج بتعطيري 60% والبرسنتج با programming 40% ولا انت أزك في ال-I-T اهو يا نسرين اه بيتاخد على بعضه مرة واحدة يا عمر احسن حاجة لا مش فاهم ساقيلك يا عمدي ايهم ايه اسال تاني كده بص او انا مش بدرس A-Level IT يا سيف بدرس A-Level Computer Science بس وفي ناس بتاخد A-Level CS من غير A-Level منهج يا عمر يا مهر ال-AS شبه نفس فكرة ال-E-Level نفس الكم بتاعه ال-A2 المنهج عثر سنة يعني كتشابترز اقل بس اسعب طبعا A2 بقى بصوا اللي بيكمل ICT ككلية يعني بيشتغل بقى في شركات بقى يا محمد مثلا بيعمل لهم database هاجات كده بص تاني يوسف قصبي انا شايف تاني انت تتجرب تاني الاتنين مع بعض عشان تشوف انت عايزت اخد الاتنين ولا تسيب واحد بيه بص يا نسرين الحفز في الاي سي تي صراحة كتير في الثيري بتاعه لا يعني ممكن above 85% حفز في ال-CS ممكن يبقى بالكتير قوي يعني 65% بس يعني ده بالكتير قوي حفزه اللي بقى فيه اه اسئلة بس يا سيف انا بشوف كده يا محمد اي من صراحة مش هتفرق قوي صراحة ايومنا يعني لو انت استوعبت اللي انا قلتو النهاردة ده بسهولة اه بالنسبة لك كده احسن يعني نسرين مش حاسس يا عمر يا حسن ان هما هياملهم تحانات اونلاين لا لا مش لدرجة ان هو يتاخد في نوفمبر يا سيف تاخد في جون احسن كامتحان فاينل ينسرين ولا كامتحان فاينل لا انتو تاني بتروحوا جامعة او مدرسة بيمتحنوكوا على كمبيوتر كمبيوتر طبعي الجامعة دي او مدرسة دي او او اضعوا الكمبيوتر مش لابتوب يعني او اشتركوا في القناة clockwise اه انتو في الاي سي تي انسرين هتستخدموا اللابتوز بتاعتكو عشان تتمرنوا على البراكتكال وكلامة بص يا محمد بالتفصيل يعني ممكن في يوم الايام اقول لك بالتفصيل بس عادة في computer engineering انت بتاخد حاجات عادي programming كده بص بتاخد physics اكتر تمام وبتاخد حاجات ليها علاقة بالdigital circuits اكتر لو عارف يعني circuits هي ده الفرق هي حاجة ليها علاقة بالphysics والكهرباء انت خدت physics خدت electricity الكلام ده ولا لسه هتاخد لسه دبعا مثلا لما تاخد خليك فاكر حتة electricity والcircuits وكده دي بتلاقيها اكتر موجودة في computer engineering ويلكترونيكس انجينيرين وكلامة مش موجودة كتير قوي في computer science بص يا نسرين في CS كأوليفل مش بتستخدموا اللابتوبس خالص خالص كله عالورقة بتعمل حاجات هاردوير اكتر بتعمل حاجات هاردوير اكتر يا محمد قيم لا لا ما في نسرين CS تاني مفوش practical البروغرامينج ده اللي احنتوا بتتمرنوه ده ده على الورق مفوش practical هو مش على الكمبيوتر اصي انا بوريكوا على computers ازاي بيشتغل اه ده اكتر CS يا محمد يعيم انا اقولوا لي محتاجين A تاني طيب انا كت عايز ابعتلكم برضو بصوا الناس اللي هدرت ده اللينك بتاع حصة الاي سي تي ماشي وبردو عايزكوا بتتواصله مع الـ Center تاني عشان الحصة دي برضو CS recorded تمام وبردو دي نمرت الـ Center حسن ابعتلي نمرت الـ Center كده تاني هو انا بدرس طيب انا هبعت لـ Adam الـ Center تاني حسن نشوف حول الفيديو طيب انا هبعت هبعت تاني جماعة عشان الـ Center يفتح الـ Link لسه حصت الـ CS recorded لسه ما نزلتش من الـ Center يا عمر يا حسن حسن ابعتلي كده معلش نمرت الـ Center تاني موسيقى موسيقى حسن ابتعد الـ Center ترجمة نانسي قنقر 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 هننكوش اي اسئلة تانية او الحصة دي recorded يا يومنا ومفروض برضو تكلموا center عشان لما تجهز هيبعطوه لكم باللينك او فيه بس يا علي واحد كمان عشان الناس اللي معرفتش تحضر النهاردة او لو انتو عايزين تخش تاني تسألوا على حاجة الكلام داني او احنا خلاص هنقفل يا يوسف لا لا بص يا محمد لازم انت تجرب بنفسك لان انا شايف حاجة وممكن يبقى فيه طلبة تانية انا شايف سي اس اثر واسل صراحة بس انت لازم يا محمد تجرب الاتنين شوية كم حصة كده على ايه على ايه اكيد يلا بقى good luck برضو الاتنين يا محمد يعني بس الاتنين بيجاب فيهم استرات كتير صراحة بيني وبينك يعني على ايه محمد انا شايف ان اللي confused لازم يجرب يا اما تاخدوا الاتنين يا اما تاخدوا واحدة فيها على ايه على ايه you are most welcome و good luck وان شاء الله شوفكم على خير good luck ان شاء الله شوية يا محمد يا وليد اه زي ما قلتلك الحاجات اللي comment اللي اشتركوا فيها اشتركوا في القناة او خلاص يا يسف او خلاص يا يسف او خلاص يا يسف او خلاص يا يسف اشتركوا في القناة 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 يعني ايه يا محمد يا ايمان على اقل بيبقى ايه قصدك ايه كشغل يعني ولا ايه اه معظم الجماعات بره مصر يا محمد بيبقوا عايزين 5 level و 3 level ال a level بقى عادة بيسيبها لك براحتك بس فيه جماعات بقى بتبقى عايز مثلا a level math ومادتين كمان بس فيه بقى ما بيطلبوش اي حاجة اي 3 a level واي 5 level ده غالبا يعني معظم الجماعات كده تمام يلا شوف قعل اخير ان شاء الله اشتركوا في القناة